وعلى فكرة بالمناسبة كمان النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان حريص كمان على توجيه الدعوة لمجلس دارة نادي الزمالك لزيارة الاهلي خلال الفترة المقبلة وده يجي النهاردة على هامش الزيارة اللي قام بيها مجلس دارة الاهلي زهري اليوم إلى مقر الزمالك الكابتن حسين لابيب على فكرة برضو كان ليه كلمة مهمة جداً هنستعرضها دلوقتي ولكن في سياق حديثه أبدأ اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن محمود الخطيب مؤكداً أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين ويوجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس دارة نادي الزمالك على هذه الدعوة الكريمة وأعرب عن ساعدته بحسن الاستقبال والاستضافة مؤكداً أن علاقة الاهلي والزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل واركزه في العنوان الأخير ده قبل أكتر من مئة سنة دي العلاقة اللي بتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية علاقة الاهلي بالزمالك علاقة متميزة ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين